درر النسائية خيركم خيركم لأهله أوص الله تعالى بمعاشرة الزوجات بالمعروف فقال سبحانه وعاشرون بالمعروف وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى وجعل خير الأزواج خيرهم مع أهله فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي والخيرية مع الأهل تكون بحسن الخلق معهم والرحمة والتلطف بهم والإحسان إليهم والتغاضي عن زلاتهم وحسن العشرة لهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله يتلطف بهم ويمازحهم ويحسن إليهم ويسعى في إرضائهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضعفاه على موضع فيه فيشرب وعنها رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسابقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر